موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أس الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين أنه جواد كريم اعتدنا يا أخوة في هذا البرنامج أن ننطلق في كل أسبوع حول محور معين أو عنوان معين نتكلم فيه ونسرد القول ونأتي بالأدلة والنصوص التي نريد اليوم نحن تعمدنا أن نغير الطريقة شوي وحبينا حقيقة أن نكسب زيارة الشيخ الدكتور الفاضل فيصل الهاشمي وهو حبيب وشيخ وزميل وصديق من دولة الكويد حرسها ربي من كل سوء وبلاد المسلمين جميعا أنا وعدكم يا أخوة كرام أننا سنتكلم في الحلقة الماضية بما أن جاءنا سؤال وأنا تعمت قلت شوي دعنا نغير نوعية الطرح فوعدكم أننا سنتكلم عن الصلاة فأنا أحببت حقيقة أن من خلال برنامجنا اليوم أن ندغدغ شوي المشاعر لعلنا نفيق من بعض السبات التي نحن فيه بما أننا اليوم شريحة كبيرة حتى لا نبالغ هناك شريحة للأسف الشديد قد قصرت وتهاونت بما يخص الصلاة لكن بكل صراحة أنا اليوم الميكروفون لي الميكروفون اليوم لشيخنا وأستاذنا الفاضل الدكتور فيصل هاشمي أهلا وسهلا بك دكتور في بلدك الثاني يوم الرحبات حياتك الرحمن وحياتك مشاهدي الكرام رحبكم في قناتكم قناة الفجيرة وشرف لي أن أكون معاكم على الهواء بضيافتك أبو حامد وضيافة هذه بلدة المعطاة طبعا موضوع شيء اختار أبو حامد عن موضوع فضل الصلاة وأهمية الصلاة ومنزلة الصلاة حتى نكون على بينا ونصلت الضوء على بعض الأمور التي تحتاجها حتى بعض المهاتنا وبعض النسائنا في بيوتهم بعض المسافرين للأسف ممكن ما يعلم بعضهم كيفية الجمع والقصر للصلاة كذلك بعض الموظفين وبعض المعندي لمعانا وبعض المصورين الآن نشوفهم ممكن بعضهم يقولك أنا أرجع البيت وأجمع الصروات كلها بعض الموظفين في المجمعات وبعض الموظفين في المطارات والجمارك ورجال الأمن والأطباء خاصة يكون عندهم خفارة يكون عندهم مثال ذلك شفت عليه الزامع عليك يقولك الجمعة هذه والجمعة تسقط عنك ولما تسقط هذه أسئلة نتبنى أنت تترحها ونسمع أسئلتكم مستمعيننا ومشاهدين عفوا الكرام على هذه القناة المباركة قناة الفجيرة حياك الله شيخنا ودكتورنا الكريم وبيضل وجهك في هذا البلد دكتور لا يخفك أن الصلاة هي ركن من أركان هذا الدين العظيم وهي العمود والعمود إذا سقطت الخيمة فهل ترى بما أن الصلاة أصلا هي فريضة وثاني ركن من أركان هذا الدين هل ترى في هذا الوقت أن هناك أصلا ضرورة أن نتكلم عن فضيلة الصلاة أو خطورة ترك الصلاة يعني طبيعي أنت تدري كيف أنصحك أنك تصلي أنت إنسان مسلم ولا ترى أن هناك أهمية اليوم أن نتطلق لهذه المسألة أنا أظن والعلي أجزم أن كل من يتابعنا اليوم في القناة هذه الكريمة أننا من أهل الصلاة وأننا نسأل الله تعالى أجعل من أهل القبلة وأهل الصلاة وحريصوا كلهم على الصلاة لذلك هم اليوم اختاروا رؤية برنامج وذكرهم حتى نتذكر فذكر إن نفعت الذكر سيتذكر من يخشى ويتجنبوها الأشقى من هو الذي يصل النار الكبرى طبعا أهمية الصلاة وأنني قلت كلام وهو قضية منزلة هي واجبة على كل مسلم شنو معنى الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله أنحط عليك مسدس ولا سلاحة أقول قوم 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 أقعد مستسلم هل أنا وياك مستسلم من الله حق الاستسلام إذا أدن مؤدن قال الله أكبر الله كبر من كل شي الله أكبر نعم ولاحظ لما يصل الإنسان الفعيدة هكذا ما معنى الحركة اللي وراء يعني الله كبر من كل شي ورائي كما قال العلماء الله كبر من الزوجة من التجارة من الدنيا بأسرها سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا نبي الله أيها الأعمال يا حب ما قال قال صلاته في وقتها قلت ثم أي قال فروا الوالدين قلت ثم أي قال جهاده في سبيل الله أهل الحديث ذكروا حديث المشي إلى الصلاة جعلوا في كتاب حتى من أغبرت قدمه في سبيل الله أغبرت قدمه وأنتده بلصلاة جعله في كتاب الجهاد أيضا لأن هذا من جهاد النفس كما جاء في الحديث وأعظم من جهاد جهاد النفس أجهد نفسي أنا قاعد اليوم مباراة حامية اليوم بين العين ويواصل يقول لك ولا بين برشلون وما دريت اليوم ما دل إيش أدى لذان ها الطالع مباراة هنا تنتحن القلوب الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه يقول من قدم مباراة على الصلاة هذا عنده قدح في توحيده أتكلم مرة مرة تكلم لأحد الأخوة وهذا لا شك النهل أمر مزعج نوع الماء في أمرين حصل وأنا كإمام خطيب في الكويت شيء يقع عندنا نحن كأمه الأمر الأول أحد الأخوة يقول دخلت على أخي شقيقة الصلاة اليوم مباراة حامية اليوم مباراة بين كذا وكذا لا أسمعش يقول أنت عيناوي أو شرجاء أو كذا يقول صلى الله يتردد لقيت قاعد بدونية ما صليت؟ قال أخي أنا ما صلي لك شوف المصيبة هذا كلام ترى أنت لما تنصح لازم تكون يعني هي اللين صح فأقولها قول اللين إذا هذا فرعون هي اللين ليش ما تصلي؟ الله تعالى يعني جعل الصلاة مع جمعة مسلمين يعني رغبة كما يقولون قال ابن حنان صلي خاف ربك توقع سوا قال زين زين بصلي خد الرمونت ويطول يطول على على التلفزيون بعدين الله أكبر لماذا صلي هكذا؟ يقول أسمع النتيجة و أنا صلي يمكن أن تدخلوا و أنا ما أدري الأمر الآخر أمر حصل معنا أحد الأخوة إيمام مخطيب معنا في الأوقاف في الكويت يقول كان عندنا مباراة حامية بين القاتسي والعربي نحن نقول عندنا قاتسي يا رب عندكم ما دي الأيناديين العين في شيء خالفه فيقول الشيخ رحمه مالذيك اليوم إقامة نحن عندنا إقامة العشاء بعد الردان 20 دقيقة قال الله رحمه مالذيك خل إقامة 10 دقائق و قرق قصار الصور قلوا لاحظ والناس يقولون له عشان يلحق للمباراة الله تعالى ماذا قال في القرآن و استعينوا بالصبر والصلاة الصبر هنا بمعنى على قول بعض مفسرين بمعنى الصيان و استعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين أرحنا بها أبي أصلي اليوم تسأل أي إنسان يقول له هل أنت تحب لقاء الله أو لا من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله لقاءه دكتور اليوم الناس اختلف المفهوم و صاروا يقولون رسول الله كان يقول لبلال أريحنا بها يا بيلان اليوم الناس يتخلون في المسجد البعض حتى لن نعمم ريحنا منها كأن لسان الحال خلصي أخي خلص صلاتك أنت طولت لذلك تجد أئمة المساجد إلا من رحم الله دائما تحصل بينه وبين المؤمومين فيه خلافات كلها بسبب يعني الإطالة في الصلاة صدق يا شيخ دكتور مرة واحد يقول حتى يعني تكلم أحد كبار السن مع الإمام و كان يقول له كان يقول له في مجال أنكم تقرؤون الفاتحة نصفين نصف الأول في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية لهذه الدرجة يعني ما يستطيعون يصبرون و يتحملون لكن دكتور رحنا رح نواصل الكلام بسعدنا مداخلة فارس عبد الله من رأس الخيمة أهلا وسهلا حياك الله الشيخ السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته أهلا وسهلا الله يخليكم و يبارك فيكم و مشكورين على البرنامج الحلو والرائع الله يسلمك مالك زودي بيضوتك والله العظيم أني أحبكم أثنين أحبكم وأتابعكم و ميزاكم الله خير و دومكم تنصحون الناس و تحاولون تصلحون من المجتمع أحبك الله الذي أحببتنا فيه الله يسلمك تفضل غالي أتحبه عشان مراس الخيمة بعد صح؟ بعد و بعد و راضي و بعد تفضل يا فارس عندي سؤالين عن الصلاة أزاكم الله خير تفضل الأول الأول يا طوي العمر أنا دام في مطاطي دوامي عن البيت 500 كيلو 500 أو 50 لا 500 كيلو أقل واحد فينا 250 كيلو يبعد عن البيت طيب دوام نحن ترأس في أيام وبستة أيام حلو سؤال ما السؤال الغالي السؤال هل يعني يجوز نقصر في الصلاة ولا نصلي عادي يعني نوصل المقر تقصد في دوامك يعني يصير أنك تقصر أو لا أيو عندك الشيخ سؤال ثاني شو سؤالك الثاني وبعد بارك الله فيك الله بس بغيت أني أقدر أتسنن يعني صلاة الوطر هل يجوز أني أدعي على من يريد سنة الرسول يعني الشر أني أدعي عليه أني أقول الله يرد كده في النحرة أدعي حقه بالهدايا وإشاء سؤالك إن شاء الله تسمع الجواب أخي فارس دكتور يسأل يبعد عن عمله 500 كيلو من بيته للعمل يجلس في العمل ثلاث أيام ويرجع هذه الثلاث أيام اللي هو جالس فيها في بيته يقصر الصلاة وليصلي مع الجماعة جميل هذه المسألة يختلف فيها أهل العلمي من الفقهاء رحمهم الله المعاصرين مسألة ما يسمى بالقصر والجمع ومتى يسمى مسافرا ومتى يسمى مقيما محل خلاف طويب بين الفقهاء بأكثر من 21 قول الصحة نقول والله أعلم وعلم عرفا هو الآن له أن يقصر ويجمع في الطريق مثال هو ساكن براس خيمة جميل ويعمل مثال بالغويفات نعم كم تقريبك يلو 500 تقريبا الغويفات حدود بين المملكة السعودية حرص الله تعالى وبين الإمارات لو قلنا أنت الآن أي كاميرا أنا طالح هذه كاميرتي هذه الآن مثال هو الآن يطلع من رس الخيمة وانت في الطريق بعد ما تطلع من رس الخيمة فأنت مسافر تقصر ويحق لك الجمع ويحرج في الطريق فإن وصلت إلى المطافي وكان مقرعا من لك عندك مصلة وعندكم جماعة وعندكم أذان وكل شيء لا تقيم هنا وتقيم هنا أما هناك تستمر بالقصر لا هذا الذي رجح العلماء المعاصرين وحتوا فتوى علماءكم هنا في بلاد الإمارات العربي المتحدة السؤال الثاني يقول ترك السنن إذا أنا بكوني مسافرة هل أترك السنن هي الأفضل أو أني أحافظ على السنن طبعا نحن قلنا أن الأخ السائل أبو فارس صح نعم فارس أخونا فارس قلنا له الآن حكمة إذا وصل هناك أنه مقيم على القوله الصحيح الله أعلى وعلم لكن هناك يصلي السنن والنوافل وما في حرج لكن في الطريق له أن يترك السنن ومن السنة ترك السنن وأنت في الطريق السنة الرواتب سمية رواتب لأنها مرتبة على الصلاة الخمس لكن أنت في السيارة تتنفر تصلي صلاة الضوحى تصلي الوتر وقد صل النبي عليه الصلاة والسلام الوترة وهو على راحلته صل المغرب والعشاء على الأرض فركب راحلته أوتر أنا بعتوية طيارتي بإذنه تعالى إذا من دلل بعمرنا وعشنا إلى المطار راح أصلي وتر أنا على الكرسي على الطيارة وتر جوز لكن فريضة تقوم وتوقف وتصلي وانت قائم أما قضية السنة الرواتب لا تصليها السؤال الثالث هو يقول يجوز أني أدعو على واحد في الوتر صح يدعو له يعني بكونه أنه يضر بالسنة أو يطعن بالسنة طيب في الحال هذه الدعاء له بالهداية أفضل اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الدعاء لهم بالهداية هذا أفضل يعني أتمنى الواحد يعني يسلم قلبه لله تعالى ويجعل قلبه ما في غلع على حد مسلم أدعو له أن الله يهديه هذا الأصل الله يفقني يهدينا جميعين طيب دكتور بسم الله في أمر آخر مهم جدا ونحن لابد أن نتكلم فيه دكتور من خلال ممارستنا اللي ما يخص الاستشارات الأسرية لما تتصل المرأة مثلنا أو يتصل الرجل عندها مشاكل في بيته أنا من ضمن الأسئلة اللي أسئلة لهذا المتصل أنتم محافظين على الصلاة محافظين على فروضكم فتتفاجأ أن عندهم تقصير كبير جدا في الصلاة ما يصلون يعني يصلي متقاطع فرض هي وفرض لا صلاة الفجر هذا حدث ولا حرج الآن السؤال هل الإنسان إذا كان مقصر في الصلاة هل هذا يجعل حياته الزوجية الأسرية الاجتماعية يعني معرضة للخطر ومعرضة لعدم الاطمئنان والسعادة جميل قبل أي زواج وأنا إذا سألوني عن أي إنسان بزواج أول شيء هل يصلي أو لا أنا أقولكم يا صراحة تارك الصلاة لا يزوج ما تزوجونه بس طيب طيب مع نفسه طيب مع أمه يمكن لكنه طيب مع ربه ومع نفسه أيضا ما هو طيب دكتور عند الرتبة يمكن عند سيارة ولا كان دكتور ولا كان ضابط ولا عند سيارة ولا عند أموال إذا هو ضيّر حق الله والله سيضيع حق بنتكم هذه في المقاملة نعلم بعض الناس يقول أنا زوجت بنتي حق واحد من دي بوقوسين أو ملتحي وقصر معه خلاق سيئة نحن لا نقص بالعمومات هذه حالة شابدة لكل قاعدة شوال لكن نحن نقول إذا هو ضيّر حق الله تعالى حق الصلاة لا يزوج وهذا لا ينبغي الأمر الآخر سبب السعادة في أي بيت صلاة الفجر أن الله جعل باركة في هذا البيت الله أصدر أسأل أي إنسان تشوف يشتغل يعمل ويكدح وتعبان في الدنيا أنت مرتاح يقول ما أنا مرتاح أدري لو كان يصلي الصلاة في وقتها الصلاة الأصلية صلاة الأصلية أنا أتحق واحد وأنا أسأل الأخي الكريم مصورنا اسمه كريم اسمه الشيخ مثال ولا مؤيد الآن كم تأخذ معاشك الراتب قال أنا أخذ تقريبا يعطوني راتب 2000 درهم جميع إشرائك بوظيفة تبعد عن بيتك تقريبا كل وين وراء الشارعين اللي وراء هني التحويلة هذه وراءها بعطيك 15 ألف درهم راح تداوم والله تترك القناة تأشر لي راح يترك القناة كلها الآن صلاتك في بيتك بدرجة وراء الشارعين تصلي مع جماعة بـ 27 درجة معاشك ألف تخيل ألف درهم ألفين درهم كمثال لضاعف أنت الآن لم يقلك دوام واحد قال والله دوام لو بالعين شوف من أجل المال صلاتك مع جماعة مسلمين فأيز كل الزوجين كلهم المرأة تصلي في بيتها في عقر دارها والزوج يصليها مع جماعة مسلمين هذا أول وأحرى وهذا أمر نراه من بعض الزوجين سبب خلاف قال تعالى وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخَرَجَةً وَيْرَزُقُهُ مِنْ حَيْتَوْهُ وَمَا يَتَّوَكَلْ عَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الله أكبر الله تعالى حسب أي إنسان يصلي والله تعالى ناصره هو سعيد في الدنيا وأرضى ربه هو مرتاح لماذا؟ لأنه دعنا نقعين أنا قلت قبل قليل قلت يا جماعة أبي أحد يشحن تلفوني حطوا لي شاحن الآن صح؟ أبي شاحن الصلاة الخامس تشحل الإنسان شاحن أصلي في المسجد مع الجماعة تقام مرتاح ما يمدي عصب كذا صلى الظهر ارتاح شوي وقت زحمة الدوامات وكذا صلى العصر صلى المغرب صلى العشاء لاحظ أن المغرب العشاء الجهرية لماذا؟ وقت الليل وقت التعب التعب في الدنيا والتجارة والسوق وسب ولت وكلام وحكي وكما يقولون لما جيت صلى الله عليه قبل النوم أسمع من الآيات والعشاء يختمني بآيات أنام على الآيات وأقوم من الفجر وأسمع الآيات فشو لي على أنها تكون جهرية جميل جدا أن الإنسان حقيقة يعني يربط حياته بالصلاة والعبادة وقبل ما نأخذ هذا الفاصل دكتور أنا أحب أذكر نفسي والمستمعين والمشاهدين بأثر بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل لما قال من سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما فليحافظ على هذه الصلاوات الخمس لا ما قالت أبس قال فليحافظ على هذه الصلاوات الخمس حين ينادى بها يعني في المسجد حين ينادى بها يوم تسمع حياله الصلاة حيال الفلح بسم الله لبي أخي الكريم فاصل يا أخويا الكرام ونواصل الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين نواصل الكلام يا أخويا الكرام فيما تكلمنا وحقيقة الموضوع هذا ما يكفي أن تتكلم فيه لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث لكن قبل ما يعني نواصل كلام فيما أسلفنا عدنا مداخلة من معنا بو خالد من الفجارة أهلا وسهلا حيالي بو خالد مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير أحيالي مرحبا بو خالد أول شيخ أبي تمسي عليكم بالخير دكتور فيصل والشيخ فيصل من عاشم الله يسمي نشكرين على هذا البرنامجي طيب الله يسلمك ويبارد فيك الله يوفق إن شاء الله وينفع فيكم الأمة بإذن الله الله معمي ربي عمي إذا تكرمتم علي والله عندي كذا سؤال أول شيء رحبت فضل صلاة الطحى وصلاة المتر فضلها؟ فضل صلاة الطحى وصلاة المتر هذا واحد السؤال الثاني عندي كيف أحدث بنائي بالصلاة خاصة لهم أكبر من عشر سنوات وشو مفهوم الضرب اضربوهم عليها اللي هو بعد العشر لأنه في ناس يفهموا الضرب مفهوم خاصة ياريك لو تفضحوا لنا النقطة هذه وعندي بعد سؤال إذا أنا كنت مقصر في بعض الفروض مقصر فيها ما مصلنها شو حكمها هذه هل واجب علي أني أنا أقضي هذه الفروض الشرعا شو الحكم فيها بس أستاذ عيد سؤالك كيف تقضيها؟ يقول إذا طافته فروض كيف يقضي هذه الفروض أستاذ أخذ سؤال أخوي أخوي بوخالد فضل الصلاة هذه تركت عمد أو تركت نسيان أو شيء؟ ما عاد الله لكن هي والله تقصيرا أو نسيانا طيب إن شاء الله آخر سؤال عندي إذا أنا ريال أشتغل وكثير السفر والترحان هل إذا يوجد وقت الصلاة وأنا في السفر في التربية في السيارة هل يجوز أني أصلي الفرض هذا في السيارة ولا لا لابد أن أوقف في أي محطة وأصلي في مسيين أو في المحطة أو حتى لو وقفت السيارة على قارعة الطريق إن شاء الله جزاكم الله الله سلمك ويبقيك نشك دكتور نجيب حياتك الله أبو خالد أولا وباللسمن الأسئلة التي ذكرتها أسئلة مهمة جدا السؤال أول فضل صلاة الضحة صلاة الضحة تسمى صلاة الأوابين الأوابين أواب عند يرجع وجاء في الصحيحين من حديثة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول به هريرة أو صاني خليل عليه الصلاة السلام بثلاث صيام ثلاثة يام من كل شهر وركعت الضحة وأن أوتر قبل أن نام صلاة الضحة صلاة الأوابين ولا شك أنها من أعظم لو قاتل صلي في الإنسان قبيل صلاة الظهر وقت عندما ترمض الفصال أي صغار اللي بتقعد وتجرس تبرك من شدة حر الأرض أقلها ركعتان ما لها حد لأكثره بعض قال ثمان واستدل بأن النبي عليه الصلاة السلام صلى عام الفتح الضحة ثمان ركعت متى تبدأش تخيل عام الفتح توفاتح مكة قام صلى الضحة ثمان ركعت دكتور يعني هي متى تبدأ ومتى تنتهي وقتها من بعد طروع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة تقريبا بين هذين تكون هناك صلاة الضحة تشرع للرجال والنساء وأنتو في دواماتكم إذا ما تعطي المراجعين تقوم وتصلي وصلاة الضحة أجرها عظيم عند الله تعالى أما الوتر قلناه سلفا أيضا الحادثة بريرة في الصحيحين وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام الوتر أقله ركعة أكثره 11 وفي رواية 13 ركعة والوتر سنة مؤكدة عند الأحناف أنه واجب ولا شك أن الوتر من صلاه دلل على أن الله تعالى أحب هذا الإنسان وحافظ على الوتر ويقول أبو حنيفة بالوجوب وقال إمام أحمد أما قالوا لعن واحد لا يصلي الوتر قال الرجل سوء هذا هذا الرجل سوء لا تقبله شهادة عندي يعني ما قبل شهادة أنت تصلي الوتر لا 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 ما قبل شهادك تخيل ما يقبل شهادة واحد ما يصلي الوتر يعني كان لها قدر سبحان الله كيف ما لها قدر ورسول صلى الله عليه وسلم تقولوا من عائش رضي الله عنها كان لا يدعها لا في سفره ولا في حضره ما هي سنة الفجر ركعتين والوتر قبل نومه أو بعد العشاء مباشرة مع أن السنن تسقط في السفر لكن على دليل أهميتها أحسنت وهنا أشكال في هذه المسألة واحد صلى المغرب ثلاث ركعات أذن أذان المغرب توها غابة الشمس صلى المغرب ثلاث ركعات بعدين قام وصلى عشاء ركعتين هل يجوز أنه يوتر بعد العشاء في وقت المغرب يجوز إلى أذان الفجر لكن أفضل وقت ما قبل النوم أو قبل أذان الفجر إذا كنت تقوم قبل أذان الفجر السؤال البعد يقول لسؤال أبو خالد كيف نحب بعياننا خاصة ندعمارهم من العاشر سنوات ودكتور هذه حقيقة أنا كنت حاب أن نجعل لها وقت طويل من الحلقة نحن برنامجنا دكتور تربوي ديني والتربية بلا شك أصلا لها صيلة بالدين لكن نحن نريد هنا دكتور نركز شوي ما نريد فتوى عفوا نحن نريد نركز كيف نعلم أبنائنا فعلا ليش لأن اليوم في شريحة في المدارس على أبواب البلوغ ما يصلون ما وين المعلمين والمعلمات والمشرفين قد يكون هناك في تدريس لكن دكتور أنا للأسف شديد اكتشفت أن هذه تكون وسببها الوالدين دكتور هناك تقصير من الأم والأب إذا كانوا هم أصلا مقصرين في الصلاة كيف يطلع الأبن فأنا أتمنى تنبه حول هذه النفطة جميل من هذا الجانب والمنطلق هذا قضية الآن التحبيب الأبناء خاصة في هذا السن وهو السن أن يصل لي في السن العاشر قال صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر قالوا فرقوا بينهم بالمضاجع لما تأمره الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر متضربة تكرها تضرب على وجهه أئمة المالكية اشترطوا في التأديب للأبن شروطا قالوا أنه الولد هذا يعني الضرب شن الحد اللي أنا أضرب فيه ولدي قالوا أن لا يضرب في الوجه وضرب الوجه محرم ما لا ينبغي واضح وكما سأل الصحابي قال يا نبي الله ما حق أحدنا زوجته عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ما تضرب الوجه ولا تضرب الماكن الحساسة ولا تضرب عند قلبه ثانيا يكون الضرب على قدر الذنب ثالثا يعني لا يضرب أمام أخوانه وأمام رابعة تكسره رابعا ينبأ وتخبره قبل أن تطقه إن ما صليت رب أطقك بس ليس الطق عاد تكسره وتكره يعني الضرب المقصود منه أني أدبك فقط يعني أنبك كلمات كلمات يقولها أبوي أنا ما أنساها لأبوي طاقيني طاقي بالعقال ولا أسمع من الفيلمة واضح فاتحببه تحاول أنك تصاحبه خاصة سنها تصاحبه تشجع بالأذانة تشجع بالصلاة عافية ولدي اللي بروح معي ولدي أنس عسى ربي يحفظه شيخ أنس بيأذنه صوته جميل أنس وكذا وتكلم وحاول أني أرفع مقامه ما أكسر فيه حتى أنه يكره الصلاة بعض الطلبة التقيت معهم في بريطانيا قبل فترة كنت في لقاء معهم اسمعوا أيها الآباء ومهاتنا الطالب هذا شرب شايك شيخ هذا شايق ناد طيب الطالب هذا يقول أبوي يأمرني بالصراحة بس أبوي متشدد شد عليه حيل بس نحن عندنا فرق بين التمسك وبين التشدد بس أبوي شاد عليه بأسلوب يزفه يزجره كلام سيئ يقول قسم الله كريم أنني أصلي بدون وضوء عناد حق أبوي بدون وضوء بس عناد حق أبوي إذن أصبح الولد يمكن أن يصلي للأسف عشان أبوي نختم بنقطة الأخيرة سؤالة عشان ما نأخذ وقت المشاهدين قضاء الفائتة أخوي أبو خالد من التقضي فورا بعض الناس يظن أن القضاء يكون مع صلاة غدا أنا فاتتني صلاة صليها مع صلاة غدا وهذا خطأ من وجهين وجه الأول قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا أكفار له إلا ذلك هذا واحد ثانيا تضمن أنك تعيش إلى غدا ما لا تضمن إذن دين هذا عليك تقضي صلاة فورا شونا نقضيها على الترتيب أنا توني قائم من النوم ما صلت عصر ومغرب وعشاء صلي عصر ومغرب وعشاء والحرج إن شاء الله تعالى السؤال تنبيه مهم يقول كثير السفر يجوز أن يصلي بالسيارة لا يا أبو خالد ما يجوز فريضة في الطائرة في السيارة في القطار في المتر وتصلي وانجالس خطأ عظيم إلا إذا كنت ممنوع من القيام أو ما تستطيع القيام قال عليه الصلاة صلي قائم ما استطعت جالسا تقدر صف محطة البترون وانزل زاكرة الأخير وصر وركب سيارتك أما الوتر والنوافر يجوز تصليها لكن في الطائرة وأنا أهيب مسافرين وراح شوفكم بعض المصلي هو جالس بالطيارة عمي تقر توقف تقوم وتوقف وتقول الله أكبر وتوقف وتجلس وكم صلاة تكون جالسا أهم شيء تكبر حرام وتقال القبلة يمين وانا القبلة يمين وصليت بالجه هذه ما في حارة قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب هذا كله قبل فالأولى والأحرى أن الواحد فينا فعلا إذا أراد أن يصلي يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها المشكلة دكتور لما يكون البعض يعني ما يعرف أصلا ولا يفرق شو هي الأركان وشو هي الواجبات وشو هي الشروط وشو هي السنن هذه المشكلة فالإنسان لابد يعني تكون عنده شوية ثقافة دينية حتى يفرق أن الركن لابد أن يؤتى به مش حال حال السنن هذا الركن لابد أن يتحقق لما يتحقق تبطل الصلاة هذه مشكلة أنا دكتور قبل أن عدنا التصال قبل أن أخذ التصال أنا في حاجة رأيتها جميلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت عنه الأخبار أنه كان يصلي السنة في المنزل هنا يعني أنا أرى في هذا الفعل سلوك تربوي جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب ويصلي في بيت حتى يتأسى في أهل بيت أنا يومي أرى أن ابني صغير في البيت يومي أرى أن أنا راجع ويصلي السنة في البيت طبيعي جدا هذا الأبن سيستنبي ويتعلم مني طريقة الصلاة يرى أنه بما أنه طفل صغير هذا جوابا على أبو خالد يومي قال كيف أعلم أبناء الصلاة وكيف أحببهم في الصلاة الأبن لا يدري عنك إذا هو صغير أن أنت تصلي أو لا أنت برع يا أخي اجعل لك نصيب في بيتك أن تصلي السنة صلي في ريضك تعال بيت صلي السنة ما هو أجرها أجر النافلة في البيت قال عليه الصلاة والسلام فضل النافلة في البيت كفضل الفريضة على النافلة وقال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الرجل حيث لا يراه الناس لا يشوفه فضل صلاة حيث يراه الناس بـ 25 درجة نأخذ التصال جميل حقيقة لأنه والله يعني نطبق هذه السنة معنا تصال بيانة من دبي أهلا وسهلا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أنا عندي سؤال أنا عندي أنا أشتغل في حاليا في طن كرابوي وسبحان الله صلي فترة طويل أشتغل وأعرف أنه ما يجود حاولت كذا مرة مثلا أقدم على الشغل الثاني سبحان الله ما تتيسر وصلت صلاة الاستخارة ودائما أصلي الليل أدعي أنه إن شاء الله الله يرسدني وأروح على مكان ثاني جربت أنه مثلا أترك شغلي بس سبحان الله أنا عايشة عايشة وعايشة ثانية أنا كفلتها على راتبي سؤالي في هالحالة مع أنه سبحان الله عاقد تنية إذا الله أعطاني حتى إذا كان الراكب أقل أنا مستعدة أروح بس أتخلص من الإسم الذي عليه السؤال شو الحل في هذه القضية ثاني شيء إذا الصدقات التي أطلعها مثلا سواء كانت كافلة أيتام أو عامل مساجد هل هي محسوبة ولا هي سبحان الله عليها أو سبحان الله لا تتقبل من هذه الناحية جميل وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أختي بيانا أولا أسأل الله باسم العظم أن يعوضك خيرا وشيء جميل سؤال جميل جدا وامرأة تعترف أنها أخطأت في هذا الجانب وأنا أتمنى تسير مبادرة طيبة من كل من يشاهد هذه القناة من البنوك الثانية البنوك السلامية وغيرها أتمنى أي واحد فعلا يستطيع أن ينقذ هذه المرأة أو أن يقف معها ويعوضها خيرا لا شك وأنا أقول حق أختي كريمة الرزق على الله تعالى قال تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث ويحتسب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه الأمر الآخر تقولين الآن أنا أتصدق وأصوم وكذا ولا أكفل أيتام هل مقبولة هذا القبول عام العلم عند الله تعالى بس مو معنى هذا أني أنا ألجأ إلى شيء محرم أو إلى ربا ولا حدفع صدقات لأن هذه الصدقات تكفر الربا الربا كلهم يعلم أنه من أكبر كبار عند الله تعالى أنت إذا تركته لله ربي عز وجل سيعوضك خيرا وعليك بالدعاء والاستخارة أظن ما لها شغلة هنا في هذا الجانب نعم إذاك الله خير دكتور البعض يقول أنا ليش أصلي أنا عرف نفسي أني أنا إنسان أصلا صاحب ذنوب وسيئات وقد أصلي مرحلة يعني أني أشرب الخمر أو أقع بالفواحش أو تأتيك أخت مثلا تقول لك أنا إنسان متبرجة وعندي كثير من السيئات فأحس أن صلاتي ما رح تقدم لي شيء هذا كلام من كلام الشيطان وكلام مبليس يعني شنو أترك الصلاة مؤيد أنت ليش تصلي يقول لك واحد يا أخي أنت عندك أمور كذا كذا يبأ أترك الصلاة لا مو صحيح أصلي إن صلاتها تنهى أنا في عشاء مكر لا صلاتها تهديه ولو كان عنده من الذنوب ولو كان عنده من المعاصي ولو كان عنده ما عنده لكن قضية أني كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر تركوا الصلاة العهد اللي بينهم بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واضح لكن قضية أني أنا بحكم أني أنا عندي ذنوب عندي معاصي من من لنا يذنب وعندنا ذنوب وعندنا عيوب والله ساتر علينا لكن قضية أني أنا بسبب أني أنا أقع في كبيرة هذه أني صلاتي ما هي مقبولة لا أيضا في البعض من أخو يقول لك أنا حاط خلنا وقع حاط تتو وشم شوانا تصلي وانت حاط تتو وشم واحد أقسم بالله كريم عندي بالجوال يقول له واحد للأسف يقول لي وأنت ليش بتعب عمرك صلاتك باطلة ووضوءك باطل وليش تصلي والله العظيم يقول له قلت من يقال لك قال واحد قال لي أغلق عليه في الباب قلت ما أقطع جلدي اني استطاع طبعا يزيله يزيله لكني أنا أرفض صلاته وقصاتك من وانت حتى تتقبل صلات الإنسان وترفضها يقول له من وانت كيف علمت يقول ابن قيم رحمه الله تعالى ربما صلين اثنين صلون جنبا يصلي أحدهم بجانب الأخر وبين صلاته ما بين السماء والأرض لا يغرك ركوع الإنسان هذا وصلاته وسجوده لعل الله تعالى ما يقبل منها عمله هذا المقصر جاء مذنبا تائبا منيبا يا الله تعالى ما يدين دكتور الأمر المهم وهو إن الإنسان العاقل ليزاحم سيئات بعمل صالح أنا أعلم نفسي أني أسرفت في الذنوب أسرفت في السيئات أبواب الخير أمامي كثيرة يا أخي يكون رجل فطن وزاحم العمل السيئ هذا بعمل صالح ليش لأن القضية يوم القيامة دكتور قضية ميزان كفة كفة سيئات وكفة حسنات من رجحت كفة حسنات تفاز ونجح لكن أنا أكون مفلس كفة السيئات هذه مصيبة حقيقة كبيرة يا أخي وعدنا فاصل ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين أنه جوادهم كريم دكتور نحن زعلاني أن أنت من يرسل للحين لا أشربت شايك والله إذا شاي قناد أرحى شربت نضيك تأخذ نصيبك منه بس حتى نمشي في الحلقة الله يضع شك الله يضعيك من الجنة دكتور هل ترى دكتور أن معرفة معرفة هيئات الصلاة يعني مثلا فضل السجود معنى قراءة الفاتحة معنى كلمة آمين معنى لما تتلذذ تقف بين يدين الله تقول سمع الله لمن حمده لما تركع وتقول سبحانه ربي العظيم هذه الألفاظ هل ترى أن الإنسان لو كان يفقه معناها سيتلذب سيستمتع سيحب الصلاة لأن البعض دكتور يدخل في الصلاة الله هو أكبر سمع الله ويحدى ربنا ولك تأتي تسأل تقول لها أنت ليش تقول آمين شو علاقة آمين بالفاتحة ما يجه فأنت شراءك دكتور التعليق لهذا أن الله فعال ذكر في القرآن العظيم قد أفلح المؤمنون سمعها سورة مؤمنون قد أفلح الفلاح والفوز قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم قبلنا رجل أذنب ذنب عظيم جدا سوى ذنب كبير وأتى إلى إمام الأمة المسلمين عالما جليلا قال يا إمام أنا ذنب ذنب عظيم والله تعالى ما عاقبني إلى الآن فقال له الإمام إني سألك بس لك سؤال قال سم قال له الإمام هل تخشى في صلاتك قال لا وربي قال وإي عقوبة ترجو إذا صلاتك ما تخشى فيها هذي أعظم بلأ يبتل به الإنسان في الدنيا أنه يصلي ويجد لذة لذة المناجمة مع الله تعالى تقصراتك الله أكبر الحمد للبن ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ما هذا فاتح بنفس واحد وإنكاعت يخاف إذا كان في كاميرا أو ساهر أو يسمونها عندكم رادار يخفف هذه صلاة هذه صلاة بتؤدى الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدنا عبدي الرحمن الرحيم قال تعالى هل استشعرنا وفهمنا الفاتحة لو فهمنا الفاتحة عدل فعلا ما أصبح حاله بهذه الطريقة هذا أول ثانيا الترد بفهم الآية صراط الذين نعمت عليهم قبله قال اهدنا هذا الدعاء دعاء سبعت عشر مرة أنت قاعد تدعى الله تعالى سبعت عشر مرة في اليوم اللي يصلي صلوات كلها خمس شونين سبعت عشر مرة كم ركا نصلي في اليوم سبعت عشر ركا جميل السبعت عشر ركا كلها فيها الفاتحة فيها اهدنا الصلاة المستقيم حامدت الله واثنت على الله تعالى ومجدت الله بعدين قلت اهدنا الصلاة المستقيم صراط من صراط الذين نعمت عليهم من هم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين انتقل الفاتح السبعت عشر مرة وتقول آمين وإلى الآن ما وجدت لذا إذا في خلل إما تأتي متأخرا أو ضوءك فيه شكلات وسوس طبعا الشيء الآخر يمكن قد تصلي صلاة بدون سنة قبلية وبعدية قد تصلي صلاة وأنت حاقب أو حسران مزنوك كما يقولون أصلي صلاة وأنا أحب الصلاة أصلي صلاة مخوف من النار فقط إنما محبة ريقاء الله تعالى وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليستبشر الله تعالى يستبشر بدخولك المسجد أنت اندخلت المسجد والمرأة صارتها في بيتها فصارتها مع الجماعة أمرها عظيم تردد وأنت راكع ركوعك لله تعالى والله يا دكتور قبل فترة كنت أتناقش مع أحد التربويين الكبار عندنا في الدول فهو يعني نطرح مشكلة أن ليش الأبن أحيانا يكون انطوائي وما يحب يخالط الأفراد المجتمع في الفريج يلعب معهم كرة وغيرها يقول أن أبني ما يحب يعني يخالط أحد فهذا التربوي يقول أنت تخذ معك أبنك صلاة الجماعة قال له صراحة لا الأبن عمر سنوات ماشي بالسبع ثمان سنوات يقول ما أخذه فهذا الرجل التربوي أنا ويا تناقش قلت لعفوا ليش سألته هذا السؤال قال لي يا فيصل كثير من العبادات لها مقاصد في الشريعة ما أتت من فراغ لما الدين هذا أمرنا بصلاة الجماعة وحثنا عليها دكتور صلاة الجماعة تتقارب الأرواح والنفوس وشوف صديقك وشوف زميلك وبن عمك وجارك لكن الناس لا يحبون أن تجيب عيالك يقولون لك الناس لا يحبون أن تجيب عيالك دكتور إذا هم لا يحبون أن أجيب عيالهم لكن أنا عندي دين أمرني أنا علي أن أدب أبنائي أو أدبهم أعلمهم كيف يستقين في الصلاة كيف يفوضوا في الصلاة لكن نحن دكتور نكون صراحين شوية أكثر نحن مرغينا في هذه المرحلة طبيعي جدا تسطر بعض السلوكيات من الطفل يحتاج وقت حتى يتأدب لكن أني أنا مباشر أقول لي اروح طلع برع ما يصير أنت دكتور لك مقطع جميل أنا شفته في أحد برامجك أنه ما يصير أنك تسجر الأبن الصغير إذا كان واقف في الصف في مكان تقول لي قم طلع برع بعض المصليين أو الكبار السن يشوف الأبن الصغير يأشر عليه أمام الناس روح في الخلف لماذا تكسر في خاطرة أمام الناس فيعني دكتور صلاة الجماعة أصلا يعني هي بحد ذاتها مش قضية فقط أن دين أمرنا فيه لا حتى من ناحية اجتماعية تشوف جماعتك تشوف أهلك أرحمك تسلم عليهم تتواصلون تعزمهم يعزموك فديننا يعني حثنا على كل باب يقودنا للاجتماع والتآلف والرحمة فيما بيننا فاللهم ربي لك الحمد طيب دكتور فيه أمر كذلك هو مهم المعلقة على الموضوع الذي قلناه بالفاصل الأحسن وهو موضوع العسكريين والأطباء والطابة مؤيد الملاح يسأل عن هذا الشيء دكتور شخص يعمل في دائرة حكومية المسجد الشارع الثالي مثلا لكن هو موظف في الحكومة جميل أذن المؤذن يروح يترك الأوراق من المكتب فلان وين بروح أصلي الجماعة وطيب المراجعين جلسين الكوانترات مليانة والله أنا بها صلاة الجماعة واجبة وأنا لازم أروح أصلي يجيك واحد ثاني يقولك في الكلية هو جالس في القاعة يسمع المؤذن يؤذن والمحاضر يعطيه محاضرته لو سمح دكتور والله بروح أصلي مع الجماعة يستأذن ويترك المادة ويروح يصلي مع الجماعة سؤال آخر رجل مثلا ملاح يشتغل في الإطفاء في غيره في كذا هذول الناس أو الا plaster في الدين الصلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء جبريل عليه السلام صلى في النبي عليه الصلاة تقوله في أول وقت الصلاة وفي آخر وقت الصلاة والصلاة العاصرة في أول وقت وفي آخر وقت وصلى المغرب من أول إلى آخر وقال يا محمد بين هذين يصلاة الصلاة هو وقت تخد أول ما عند الزوال أدن أدان الظهر عندك إلى أدان العاصر تصلي هنا بعد الأدان ومصرة الظهر إذا كانت وليس هناك جماعة لي أنا كطالة في الكلية أو في العمل وأنا داون في الجوازات وعلى الختم أو طبيب أنا في عمل واضح وعملي ما أستطيع أن أترك العمل هذا ففي الحالة هذه أكمل عملي بعدين أعقد جماعة أخرى أصلي في المصطلة اللي عندي في الكلية أو في الجوازات أو في المطار أما لو اكتركنا كلنا أعمالنا رحنا للمساجد وتعطت المصالح العامة لا في الحالة هذه حتى الشيخ بعثيمين يقول حتى لو كان واحد عنده مخبز وخلى واحد من الخبازين أو واحد يحرس مثل الحراس مثل الجوازات مثل غير ذلك يجزنهم ذلك بعدها يعقدون الجماعة إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين لا هجر الجماعة إذا كان صادق ويصل الجماعة دائما لا هجر الجماعة إن شاء الله تعالى اللهم لك الحمد إذن دينا يوسر دكتور ما عدنا يعني دينا ما أمرنا وما يقودنا أننا نتزمت الحمد لله رب العدنا رخص عدنا أمور يحق للإنسان المسلم أن يترخص فيها ويعيش حياته مطمئن مرتاح ويأدي واجبه الوظيفة ونفس الوقت يأدي حق الله عز وجل تسمح لآن أسألك رح نغير الحلقة إلى سؤالي له الآن بنسب المرأة شلو لها في البيت المرأة الآن الرجل يقول أنتم تصلون مع الجماعة مرأة تقول حق الرجال تصلوا مع الجماعة لك أجر بـ 25 درجة في رواية 27 درجة أجر مرأة في بيتها نفس الأجر ويضاعف لها أجرها كما جاء في الحديث إذا صلت في بيتها سماحة الإمام الشيخ بالعزيز بن بازر يقول في شرح الحديث أن الرجل إذا صل الفجر في جماعة مسلمين وجلس في المصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين هي صلاة الضحى الشروق يعني لها أجر حجة وعمرة تامة 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 مرأة نفس الأجر تصلت بغرفتها بدارها وقعدت في مصلاة تذكر الله تعالى تسبح تهلل حتى نزعت الإشارة بالخمار وقعدت وقامت صلت بعد لبست ما يصير تصلي بدون هذا ولا يلزم المرأة أنها تقرأ قرآن وهي لابسة شي له ما يلزم ما يجب أصليه ومن قال بالوجوب لها أجر حجة وعمرة تامة 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 لأنه ولهن مثل الذي عليهن لأنه فعلا هناك من النساء تقول لك أنت والله يا حظكم تبحثوا صلوا للجماعة عندكم 27 درجة هم يظنون لهم فقط درجة وحدة صلاة في بيتها قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم خير لك بيتك تصليم فيه بعقل ذلك الحمد لله رب طيب دكتور لعل الوقت داهمنا لكن نحن نبغي نتكلم دكتور بما أنه رغبنا الناس بالصلاة و أهمية الصلاة و جمال الصلاة و كم هي سعادة للإنسان أصلا في مجتمعه و في حياته و حتى يلقى الله يوم القيامة دكتور ترك الصلاة هل هي كبيرة و كبار الذنوب هل هو الذنب صغير هل الله عز وجل هل هناك آيات قرآنية تواعدة ترك الصلاة هل هناك أحاديث خوف دكتور عفوا نحن كيف نبغي نحث الناس على الخير و نحافظون أنت لا بد شوي يعني تخوفني لا بد شوي تزجغني تجعلني ينتبه لعلي أنا مش مننتبه يا أخي نبهني هل ترك الصلاة مصيبة تعتبر تجميع نحن تكلمنا في البداية و قلنا أن نترك الصلاة كما قال الله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة أقاموا الصلاة تابوا أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة قال في أخوانكم في الدين و قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل الكفر تركوا الصلاة سميت صلاة الصلاة لماذا؟ لأنها صلة بينك و بين الله تعالى انقطعت الصلاة انقطعت الصلة بينك و بين الله تعالى أي إنسا ممارتاح بحياتها تصلي لا لا تسأل عن السعادة و أنت ما تصلي لا تسأل عن التوفيق و الرزق و الرزاق ما تقابله أنت في صراتك مع جماعة مسلمين الله يقسم أرزاق قمته كلمني واحد عندنا من بلاد الشام يقول في صلى عندي مطعم في الكويت يقول لك شيخي والله المطعم ما مشيح له قلت طيب أبو فلان تصلي الفجر والله عم أقطع شوي يقول جامين صلى الفجر مع الجماعة واشرب الخير الله يقسم أرزاق قمته في بكورها في صرات الفجر سبحان الله فالإنسان إذا أراد التوفيق وراد السعادة للزوج أراد السعادة في حياته وصلتك مع الله تعالى ليس ترفع عيدك إلى الله تعالى وتدعو الله تعالى لما ترفع عيدك إلى الله تعالى كيف ترفع عيدك أنت فجر ما صليت مع الجماعة ما وصلت صلواته الخمس لها فوائد عدة أنا أقول هو وعيد أي إنسان مهموم ما عنده سنن نوافل كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبها أمر تضيق من أمر قام صلى ركعتين الله أكبر واستعينوا الصبر والصلاة صبر والصلاة صلاتك لكن بعض الناس يصلي يمكن وقت الحاجات ولي يصلي عند النوازل أو سلالة أصلي الصلاة التي يريدها الله تعالى خطاك إلى المسجد أجرها عظيمة أجرها عظيم الله تعالى يرى ذلك الله تعالى يحب منك هذه الخطاة إن الله ليستبشر بدخول العبد إلى المسجد الله يستبشر إذا دخلت أنت إلى المسجد وكل إنسان موفق في الدنيا صلاته نعمة صلاة مع جماعة مسلمين ولقد رأيتنا وما تخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق الله أكبر الله أكبر كان الصحابة دكتور يعني يهادى يقودوها أصحابه حتى يقف بين الصفوفها ما يستطيع يقف كان لمرض أو كبر سن يقودوه حتى يقف يعني يدلك على أهمية الصلاة الأعمى في الصحيح موسري ما أحد أعمى أعمى ما يشوف أعمى فقال يا نبي الله والله ما عندي قائد يقود لي للمسجد بين المسجد وبين بيتي يعني حجر وشجر بساتين وكذا ووادي وكذا فقال عليه الصلاة تسمعني داء قنام قال أجب أجب في رواية لا أجد لك رخصة أعمى ما والله الأنكل والله إصابة ملعب وكذا أقول لك أعمى قال ما لك رخصة لأن يا أخوة ذكرها وأنا ودي أختم بالكلمة هذه تحب لي يقال الله أنت بالعربي تحب الصلاة ولا لا تحب تلقى الله تعالى هو عنك راضي وتناجي الله تعالى واحد من ضائق يتصل على أقرب الناس لهم ويشكو همه لهذا المخلوق بثهمك لله تعالى بثهمك في سجاتك ونت تتصلي جميل جدا دكتور الإنسان يعني يحافظ على فريضة الله عز وجل يحافظ على دينه وما يقصر في هذا الجانب أبدا 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 مهما يعني مهما رأينا حياته مليئة بالسيئات مليئة بالذنوب يا أخي اركع اركع مع الراكعين من الأحاديث الجميلة وأنا دائما أتكلم فيها بين الفينة والأخرى من الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد دكتور أنا أضرب لهم مثال متابعيني أقول لهم كيفي أني رجل قلبه معلق بالمساجد يعني وين ما يروح دكتور أحيان مطالع في السيارة ساير السوق لا أنا إذا رحت السوق الحين هالدقيقة دخلت لا بتقيم الصلاة أي خلني أول أصلي وبعدين بدخل السوق راح على الخط مسك الطريج السريع لا الطريج السريع ما فيها مسجد خلني أدخل هذا الفرعي لأنه في مسجد لأنه بيصادفني وقت صلاة هكذا الإنسان دكتور لما يستشعر هذه اللذة الجميلة في قلبه أن الآن تقوم الصلاة بعد نص ساعة كم باجر الصلاة هذا رجل قلبه معلق بالمساجد تحت ظل الله لما تقول يعني الناس يومها دكتور نتعرف وضعهم في عرصات القيامة يعني منهم من العرق وين يكون دكتور إلى حقوي إلى ثدي إلى أذني إلى من هم من عرق يغطيه ويجمع الجميل يعني وأنت وين تحت ظل الله عز وجل ليش لأن أنت قلبك معلق بالصلاة معلق بالطاعة معلق يا أخي ما أجمل الصلاة والله يعني فعلا محروم الإنسان الذي ما يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على مكانته وقداستها الأمر المهم قبل أن نختم دكتور لابد أن نبني قداسة في قلوبنا وفي قلوب من يعيش معنا زوجة بنت أبناء لابد أن استشعروا يا جماعة خير أن هذا ركن من أركان الدين هذه الصلاة اختلف أهل العلم هناك من يقول بكفر ترك الصلاة يعني عبد الله بن شقيق صحابي يقول وما كان أصحابه محمد يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة تخيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يدلك على إيش على أهميتها دكتور لازم نختم لكن نحب نسمع من الكلمة الكلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله في ظله لا يفهم من هذا مسألة في العقيدة أنه ظل الله تعالى إذا قلنا ظل الله فإن الشمس سكون فوق الله تعالى وليس فوقه شيء جل وعزي إنما قال العلماء منهم الشيخ بن الثامين ظل أن يخلقه الله تعالى والخلق يكونون هنا تحته أو قيل أنه ظل العرش الله أكبر وذكر من واحد قلبه معلق بالمساجد واحد ما يطعم البيت إلا معاه شاحن وقات نقضيها على الجوال حتى في خطب الجمعة نرى بعض الناس يعبث بالجوال وقت السروات فعلقوا قلوبكم بالمساجد الشيء الآخر زارنا واحد هولندي قال لي كلمة ما هو يتكلم عربي طيق عربي قال والله نعم إلهي عندكم في الخليج تمشي في عضو العربية أيضا تمشي وتسمع الأذان كل مكان ينبهك بالأذان ترى الصراء الصراء الله أكبر كل مكان فيه تنبيهات شوف تفكير وين وحنا تفكير أين ويروح يطالب يقول لك بند الميكرافون هذا أزعجنا في البناية أو كذلك هذه مصيبة فالقلب معلق بالله تعالى معلق بالصراء فهو خير القلوب وأهدأها وأرؤ يعني أريحها وأي إنسان تريد أن ترى الطمأنين فيه شوفوا الذين يخرجون من صراء مع جماعة المسلمين ليطالب المسج شوف وجهه والله ترى النور في وجهه إن شاء الله تعالى والله يا دكتور نحن اليوم ساعدنا صراحة بلقائنا معك وكان اللقاء مثمر ونتمنى أن هذه اللقاءات تتكرر دكتور أنا أشكرك أولا نعفو شيخنا أنا أشكر الله تعالى أولا وخيرا وقد قال عليه الصلاة والسلام نشكر الله نشكر الله ثم أشكر أخوي مؤيد ملاح وأشكرك أنت وأشكر مخرجنا مهند وأشكر كل التيم المعانا كلهم مصورين مخرجين على الإبداع لأنا شفته حقيقة حفاوا وترحيب وما قصرت وعلى التكت أيضا خلنا نذكر الفضل لكم وما قصرت مشكلة على شاي قناة تبع سالم الجابري خوش شاي صراحة ويعلي شأن أعسر الله يبارك فيكم وما قصرت نسعدنا فيك يا دكتور طبعا يا أخوي كرام هذا البرنامج برنامجكم نحن بستعمدنا نغير الفكرة شوي حتى نغير تعودتوا تشوفوني أنا بروحي يالس أتكلم لكن اليوم حبينا هذا الضيف الجميل الطيب الله يحفظه الدكتور فيصل حبيب وسعيديني أهل كويت أنتم بأمثال الدكتور فيصل هاشمي الله عينهم عليك نلتقي يا أخوي الكرام بإذن الله عز وجل الأربع القادم ولنا معكم بإذن الله عز وجل كلام جديد عنوان جديد نفيد ونستفيد أقول ما سمعتم واستغفر ربي لي ولكم للمرة الأخيرة شكرا لك دكتور الله يبيض وجهك وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة